زملائي العزاء سيد السادس النقيب كل سلامة طيبين في هذا الختام انا بصراحة لفت نظري ان احنا بننسى نسينا حاجة مهمة جدا نسينا واحد كان بيقعد في الكرسي ده رحمة الله عليه خالد ابو كريشة خالد الزكر الامين العام خالد ابو كريشة نذكره بالخير رحمة الله عليه ونجرار الفتحة طبعا ترحوما على روحه وخالد ابو كريشة ورحيله عننا رسالة لنا كل ان محدش خالد ومحدش باقي ولا تبقى الا الاعمال فقط لغير ولا يذكر الانسان الا باعماله كلنا اتكلمنا في حق النقيب والنقيب يعني لا هو محتاج حد يمجد فيه ولا محتاج حد يقول هو عمل ايه النقيب عمل ده بستة وخمسين راجل ابن راجل اشتغلوا معاه طول الاربع سنين يبقى شيء معين احنا بنونه البعض ويبقى شيء معين انتو لازم تبقى بلقوا منو انو احنا مش لوحدينا في الساحة يا معالي النقيب احنا مش لوحدينا في الساحة عندنا معركة معركة نقيب ومعركة مجلس يبقى رسالة معالي النقيب انو شايف اجتماعات هناك سرية ومعلن عنها واجتماعات جماعية واجتماعات فردية بين ناس ما حاومش كان حاجة واحدة كره المجلس ده ونقيبه ولكني عمري ما شفت اكتر من اتنين تلاتة من اعضاء المجلس ده مع بعض وخلاص مفروض تبقى فيه لحمة بيننا من بعض اللي هيترشح واللي ما هيترشحش اللي هيتقدم واللي ما هيتقدمش مطلوب انو يعني الناس حطينا فيه بعض بس مش اكتر من كده ودي رسالة لازم توصل ولازم يعني واضحة بالنسبة لكم وشكرا يا رئيس وبشكر كل زماجلي اللي تعاونوا معايا وتعاونوا مع ساعدتك في خلال الاربع سنين والله العظيم فخور ان انا اشتغلت وسطيكم كمجلس وفخور ان انا كنت تحت رعاية وقيادة النقيب سامة عشور بكل الانجازات شركة فيها بكل الانجازات احنا شركة فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته